مدينة شوق جورج تحضر منطلاق دورة حول استخدام الطائرات بدون طيار لمكافحة الجراد الصحراوي السلطات الإدارية في مختلف مريات الوطن تتفقد الموسيقى التربوية تحضيرا لفتاح العام الدراسي مرحبا بكم مشاهدين أترأى السواء الحوض الغربي أحمد المدوكلي صباح اليوم في مدينة العيون اجتماعا ضم جميع عمدي بلديات الولاية وفي هذا السياق أكد الوالي أن الهدف للقايا هو إيصال التوجيهات لصدرات عقبة لقايا رئيس الجمهورية السيد محمد الشيء الغزواء البلولاتي والهادفة التي تجعل لمركزية وارسايا التنمية المحلية وتقريب الخدمات من المواطنين وثمن الوالي در العمد في محاربة تقريب العشوائي والهجرة والجريمة والتوعية بأهمية حماية المراعي والاستام في مواصلة نهج المدرسة الجمهورية ودعوة السوكال لقبال على الزراعة المطارية والاستفادة من كميات الأمطارة عرفتها الولاية هذه السنة وقد أكد العمد استعدادهم تسجيل تلك التوجيهات والعمل على تطبيقها بما يحق النتائج المتوخات منها جرى اجتماع بحضور رئيس جيات الحوض الغربي والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية أشرف والي انشير صباح اليوم بمدينة جوجت على انطلاق عمل الدورة الإقليمية الاستكشافية المشتركة حول استخدام طائرات بدون طيار في عمليات مكافحة الجرد الصحراوي في موريتانيا داخل قاعة الاجتماعات بالمركز الوطني لمكافحة الجرد بمدينة جوجت أشرف والي انشير على انطلاق أعمال الدورة الإقليمية الاستكشافية المشتركة حول استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات مكافحة الجرد الصحراوي بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الجرد تنزل تنظيم هذا الاستكشاف المشترك ضمن الاستراتيجية الوقائية ضد الجرد الصحراوي المعتمدة من طرف بلادنا حيث تم خلال العقدين الأخيرين تحقيق تطور كبير للمركز الوطني لمكافحة الجرد على المستوى المؤسسي والموارد البشرية والبنية التحتية واللوجستية والبيئية وقد مكن الدعم المؤسسي والمادي والمالي الفعال الذي قدمته الدولة إلى إرصاء هذه الاستراتيجية الوقائية مما أدى إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالمحاصيل والمراعي والحد بشكل كبير من نطاق تفش الجرد وتكاليف مكافحته الأمين التنفيذي لهئة مكافحة الجرد الصحراوي في المنطقة الغربية بالجزائر ثم الاحتضان موريتانيا لهذه الدورة التي يشارك فيها عدد كبير من المهتمين بمكافحة الجرد في عدة دول من مختلف القارات حدورنا في كشوجة عنده دلالتين دلالة لو لا كما أشارها أهمية إنشيرك كولاية في مجال مراقبة نشاط الجراد ومكافحته ثانيا أهمية وجود قاعدة بحثية في كشوجة للقيام بالأبحاث التي نعمل من جانبناها كأمانة هيئة وكمركز مكافحة الجراد على تفعيلها وعطاءها هذا الدور لمنوط بها بأنها تكون رائدة في مجال الأبحاث وزال الجراد واستخدام الطائرة المسيارة هو نوع من الأبحاث التطبيقية في مجال المشكلة عمضة بلدية أكجوجة رحب بضيوف هذه الدورة مثمنا نعقادها في مقاطعة أكجوجة داعيا إلى تكثيف الجهود لمحاربة الجراد الصحراوي لما لهم تأثير سلبي على البيئة أسعدني أن أرحب بكم باسمي وباسمي سكان بلدية أكجوجة وأنتم تحضرون معنا حفل انطلاقة الورشة الإقليمية حول الاستكشاف المسترك مع التركيز على استخدام طائرات المراقبة بدون طياء في مكافحة الجراد الصحراوي المهاجئ وذلك لما توليه السلطات العليا للبلد من أهمية لمكافحته حفاظا على مخزوننا الرعوي والزراعي المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الجراد محمد الحسن جعفر تحدث عن أهمية هذه الدورة التكوينية التي تعتبر فرصة لإدخال تقنية مكافحة الجراد باستخدام الطائرات بدون طيار والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في مكافحة الجراد المشاركون في هذه الدورة والذين قدموا من 13 دولة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوساط إضافة إلى هيئات بحثية كالمركز الفرنسي للتعاون الدولي في المجال الزراعي وجامعة أمريكية تحدثوا عن أهمية هذه الدورة التي ستمكنهم من التلاعي على أهمية إنشيري كولاية في مراقبة ومكافحة الجراد وضروات وجود قاعدة بحثية لتمكين الباحثين في مجال مكافحة الجراد عبدالله يولي سلم الموريتانية مدينة وجوجد أدى وليقرقل أحمد رسدب صباح اليوم زل التفقد لبعض المؤسسات التربوية في مدينة كيهيدي لإطلاع على التحضيرات الجارية تفتاح العام الدراسي الإذنين المقبل ومدرس صلاح الدين عن الولي تقدم حملة النوافة تقوم بها فرق البلدية كما عين بعض الأقسام الطلاع على وضعيتها ومستوى جاهزيتها للعملية التربوية وفي ثانوية كيهيدي لقم واحد طلاع على الأشغال الجارية في بعض فصولها مطالبا بضرورة السريع وثرة العمل وتنظيف الأقسام والساحة ومخلفات الأمطار استعدادا ليوم الافتتاح وفي حيث الكبى الواقع في شرق المدينة تفقد وليقرقل مستوى تقدم العمال في إنجاز مدرسة الابتدائية المكتملة مؤكدا ضرورة مواصلة الأشغال بوطرة سريعة مع احترام المعايير الفانية الموضحة بدفتر الالتزامات وفي ختام الزيارة أدلا وايلي قرقل بتصحينا كدفيا لإجراءات استمتخاذها ضماني انطلاق جيد العام الدراسي مطلع الأسبوع القادم قمنا اليوم بزيارات للمؤسسات التعليم الابتدائي والثنوي على مستوى كيهيدي ومن ناحية التنظيف بدأت الأمور وأملنا كبير على أن المدارس كاملة تنظف سابق يوم الافتتاح ذاك هو هو اللي نشتاقل عليه إن شاء الله ونظروا نقيموه يوم السبت القادم إن شاء الله بالنسبة للمدارس اللي كان عندنا أمل كبير على أنها تدخل في الخريطة المدرسية هاي السنة هاي المدارس اللي فيتنظرنا فيهم اللي متأخر سنة عن تسليمه وفيهم اللي متأخر سنتين وبالتالي لأهي نتواصلوا مع هذو المقاولين ومع الجهات الدولة اللي معنية بهذا من أجل ألن نسرعوا وتيرت تنفيذ هذه الأشغال أتمنى من الجميع هون أباء التلاميذ طاقم التربوي ألنهم يعرفوا ألن هاي السنة ألنها سنة من مدرسة الجمهورية تتميز عن باقي السنوات وألن فخامة رئيس الجمهورية يعطى تعليمات صارمة ووفروا الإمكانيات الضرورية لانطلاقة سنة دراسية تقود متميزة أملنا كشعب كدولة هو في نجاح المدرسة الجمهورية وفي ولاية تقانت أدى والولاية الطيب المحمد محمود أمس رفقتها حاكم مقاطعة تجججة محمد رميو للزين وسلطات الإدارية والأمنية زياد تفقد والطلاع لمقر المعهد التربوي الشهوي في مدينة تجججة تأتي هذه الزيارة في طرس تجارية تفتاح العام الدراسي والوقوف ميدانيا على مخزون المعهد من الكتب المدرسية المخصصة لمختلف المستويات التعليمية وقد عين الوالي مستوى توفر الكتب المدرسية وطبيعة استفادة التلاميذ منها وخلال هذه الزيارة أكد المدير الشهوي المعهد التربوي الوطني بوليات تقانت أن المعهد أخذ كامل استعداداته توفير الكتاب المدرسية المعهد التربوي هنا يتقانت على أهبة الاستعداد بالكامل الموجودة عنده من الكتاب المدرسي والله الحمد هناك كميات معتبرة من الكتاب المدرسي لمستويات البسدائي والأدادي والثانوي وبالنسبة لنا هناك في المائل الكتاب المركزي وكما ترون فيها أغلب العناوين هنا موجودة وهذا الموال ينطبق على الأكشاكة في البلديات الأخرى في نفس العناوين والتزويدة سنقوم بها بعد أيام قليلة وبالنسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بتزويد دكشاك والنقص اللي نلاحظه المتوفر عنه وهون نحس الأهالي والمجتمع المدني إنهم يقبلوا كامل لاختناء الكتاب المدرسي فيه التلميذ بلا كتاب لا يتم دائما تحصيله ناقص لا بد من مواكبة للمعلم بالدعاء وذلك يعدوا لاحد عنده الكتاب المدرسي من أذوكيل عنده كتاب يقدواكب الأستاذ والمعلم بالدروس في الفصل وذلك تكون النتجة عام وذلك التلميذة وذلك تثبيت المعلومات أكثر وننذكر أمور إن الكتاب المدرسي مخفض تخفيضا غير مسبوق الأساس 200 وقية قديمة والأعداد 300 وقية والثانوية 400 وقية إلى وليات ترارزا حيث يواكب الطاقم التربوي في مدينة روسو سير عملية تنظيف الموسات التعليمية في المدينة تتهى الجهود بالتزاون مع السلاة الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد استعداداً لافتتاح السنة الدراسية وتسريعاً لوطيرة الإجراءات تأتي هذه العمليات التنظيفية للمؤسسات التعليمية بروسو لضمان شاهزيتها روسو فيها 61 مدرسة وعن مدارس جاهزة كاملة لافتتاح شاء الله يوم السابع أكتوبر قام المديرون والمعلمون الطواقم التربوية بالإشراف على عمليات تنظيف داخل الأقسام الآن كل شيء جاهز إن شاء الله للإنطلاق المباركة بالمناسبة أشكر بلدية روسو لوفرة هذه الآليات التي تراعوا فيهم هذه العمال إياك تعاوننا في النظافة وكذلك المجتمع المدني في روسو واخترنا النوة بجهد عمل الصرف الصحي هنا أيضاً في الولاية اللي قام بعمليات شفط للمياه من قرب المدارس وداخلها اللجنة المكلفة بتسهيل التلاميذ فتحت السجل وشرعت في استغبال المعنيين من أبناء المدارس بدأنا في الأمس تسجيل سنة أولى ومستمرين فيه ومتباركين مع النظافة إن شاء الله في استعداد وقفتنا عندنا استدعال الطاقم ككل ومستجابي إن شاء الله للحضور في الوقت المناسب جهود مشتركة ضمن أخرى تنوه بضرورة الاتزام بالزي المدرسي الموحد بالتلاميذ الأباء والطاقم التربوي نحن كاملين أسرة واحدة أسرة واحدة ومتعاونين كاملين وله فينا حد يصيب عن الأخر من ذلك من بره نحف الأباء الوكلاء على عانهم يجيبوا التلاميذ يوم 7 أكتوبر على عانهم يا الله يجيبوا قروا أولادهم على كل حالة ما فهم تسامح على عان الناس تفتحوا المدارس تتم الوكلاء قاعدين يقولوا على عان الدراسة ما هات خلقت والله ما هي لي تخلق نختار نقول للوكلاء أباء التلاميذ على عانهم يا الله يعرفوا على عانهم زي المدرسي عنه يجباري وتضم مدينة روسو 61 مؤسسة تعليمية تهدف إلى توفير تعليم جيد ممونة ممدجة قناة الموريتانية مدينة روسو والمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع نستطيعه لكم مدينة روسو المديرة الجهوية للتربية وصلاح النظام التعليم بريد ترارزا السيد عاي المختار ولكريكد مرحبا بكم سيد المدير سيد المدير بداية ما تقيومك لإستعدادات الجارية لإنطلاق العام الدراسي الجديد إعادة للسؤال لو تفضل ما تقيومك لإستعدادات الجارية لإنطلاق العام الدراسي الجديد على مستوى الترارزا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى نبيه الكريم تقييمنا لإستعدادات والتحضيرات التي قيمت بها من أجل الافتتاح العام الدراسي أنها صارت بخطاء حذيذة منذ منتصف شهر سبتمبر إلى اليوم حيث تمت تهيئة المدارس وتنظيفها من قبل لجان المتابعة ولجان اليقظة على مستوى المقاطعات وفي عاصمة الولاية التي تضررت من موسم الأمطار الأخير تم أيضا شفط المياه عن بعض المؤسسات التي كانت محاصرة ساحاتها وواجهتها ببعض المياه بالتعاون طبعا مع المصالح الصرف الصحي وبتوجيه وبرعاية من السلطات الإدارية المحلية إذن سيد المدير وعلى مستوى حضور الطواق نعم من هنا ماذا عن وضع المؤسسات التعليمية في ظل كميات الأمطار السجد في الولاية نعم ماذا عن وضع هذه المؤسسات التعليمية في ظل كميات المسجلة على مستوى الولاية هل أصبحت جاهزة؟ بدأ التسجيل في كل المدارس الآن كل المدارس في عموم الولاية أصبحت جاهزة لاستقبال التلاميذ في اليوم الأول من الدراسة المقرر يوم 7 أكتوبر بحول الله حيث بدأ التسجيل على مستوى المدارس الابتدائية القسم الأول من المدرسة الجمهورية وبدأ التهيئة على مستوى باقي المدارس في جميع المقاطعات إذن شكرا لكم المدير الجهوي التربية ويصلاح النظام التعليم للتلارز السيد عائل مختار ولكن شكرا لكم من أجل رفع معنويات التلاميذ وتحفيزهم على مواصلة مشوار التمييز الدراسي بلدية بولنوار تحتضن حفلا لتكريم التلاميذ المتفوقين من خلال مشروع دروس وحصص التقوية المجانية للسنوات الإشهادية بدعم من خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنيم وبإشراف وتسجير جمعية معا لنرقى للعام الدراسي 2023 2024 ببلدية بولنوار وتميم الشات عمدة بلدية بولنوار أوضح همية هذا النشاط الذي أتي ضمن اهتمام البلدية وبحثها عن ما يخدم السكان المحليين شاكرا خيرية السنيم على هذه الخطوة المهمة نشكر جمعية لنرقى معا وجميع الأساتذة الذين وقفوا من أجل وصول تلاميين هذه البلدية إلى المستوى المطلوب ونشكر لهم عدم التقصير ونشكر المواطنين وأبا التلاميين على ذاك لعدلهم من أجل التركة يوصلوا لهذا الهدف ذوه ويالله تعرفوا عن تعليم هو أساس القائمون على الحاف البين وأهمية هذه الاحتفالية التي تشجع التلاميذ على التمدرسي معبرين عن شكرهم لكل من أسهم في إنجاحها نتشرف بأن أقفها معكم اليوم لأشارككم بهذا الفرح ممثلاً لسيد مدير خيرية السنين ولا شك أن هذه المناسبة وهذا الفرح مناسبة عظيمة لنا أشرف أن نكون من بين المشاركين فيها برجاؤنا أن تتواصل هذه الجهود وأن تضمنها وأن تعطيها نتائج أكثر نشيد عالياً بالعمل الجبار والفريد من نوعه الذي قامت وتميزت به خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنين في مجال دعمها للتعليم حيث قامت بوضع مجموعة من المعايير لفرز خيرة منظمات المجتمع المدني وكلهم خيرة وقد كان المركز الأول من نصيب جمعيتكم جمعيته مع الدينرقى وتم إسناد إليها كل من بلديتين تميمشات وبولانوار فهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على توجه الخيرية وشركائها نحو تعليم جيد وأفضل كما يرجع الفضل الكبير في ذلك فعد الله تعالى إلى سياسة الدولة الرامية إذا نهوض بالتعليم بدوره المتحدث باسم آباء التلاميذ ذكر أن هذا النشاط يأتي لدعم جهود العملية التربوية على مستوى البلديتين المستفيدتين من دروس التقوية أطلقت وكرة تنمية الصيد القاري والسزراء الأسماكي مسامس منطقة فوملقليتا برنامج أعمال المسطحات المائية بمختلف أنواع الأسماك وينترنت السماء الخطوة في تحسين ظروف الصيادين وتنوع مصادر الأمن الغذائي وخلق فرص عمل لسكان المنطقة مواصلة لبرنامج عمل وكالة التنمية الصيد القاري والسزراء السمكي بدأت فرق متابعة لهذه الوكالة عملية إعمار المسطحات المائية التي تم إشاؤها منذ أشهر في موقع قريب من سد فوملقليتا وتشكل هذه العملية مرحلة مهمة من التجارب التي تقوم بها الوكالة لتكاثر ونمو عدة عينات من الأسماك عبر إنجاز أحواض وذلك في إطار جهود الدولة الرمية لإستقلال مقدرات البلد في مجال صيد القاري وتنمية مناطق البحارات لاحظنا لله الحمد نجاح هذه التجربة وخاصة زرع عينات حسب الفنيين لأنها لأول مرة تتم زرعها هون وهي البرط النيلي والبرط الأحمر وشاهدنا كيف تكاثروا بشكل كبير وامتلأت الأحواض وبدأت عملية تزويد المسطحات وبدأوا أساساً ببحيرة فم القليتة المكان الموجود فيه المفرخة وراجعين إن شاء الله على أن هذه العملية تم في أحسن ظروف وعلى أن الصيادين المستفيدين من هذه العملية إعمار المسطحات أعلى أنهم يتعاملوا معها بمهنية واكبنا أولاً الإنشطة التي قامت بها الوكالة المستحدثة معخراً وكالة الصيد القاري والتي واكبنا إنشطتها كاملة وتابعناها وكان الحمد لله فيها فريق فني صاهر عليها من البداية وحتى اليوم واليوم الحمد لله شاهدنا الانطلاق الرسمي لإعمار هذه المسطحات وهذا يدل للأعلن صاحب الفخام يعطي إناية كبيرة للمقاطعة تمبود بصفة عامة وبلديت فم القليتة بصفة خاصة المدير العام المساعد لوكالة تنمية الصيد القاري ولسزراع السمكي الحسن مماد دوسيك تحدث عن أهداف عملية انطلاق أعمار المسطحات المائية في كافة مناطق تدخل الوكالة بعدة ولايات من الوطن مضيفاً أن هذه العملية تأتي ضمن برنامج تنفذه الوكالة يهدف إلى تنمية المقدرات وتحسين مؤشرات الأمن القدائي وخلق فرص عمل لسكان مناطق تدخل الوكالة وتشمل مفرخات فم القليتة عدة مكونات تعمل على تربية وتكاثر أصناف من الأسماك من خلال اعتماد نظم علمية تضمن بيئة مناسبة لنموي والإنتاج برنامج أساسي يتركز على إعادة أعمار البراك المائية على مستوى الولايات التي عندها تتميز بهذا النوع من المسطحات المائية ولذلك بدأنا بفم القليتة بدأنا بفم القليتة وإن شاء الله على السابع والأشهر المقبلة إن شاء الله ننظر ونواصلوا إلى نجول الولايات كاملة كيف ولاية الحوض الشرقي اللي فيها فدرة وتوق وفانيو إلى آخره وعندنا في البراكنا عندنا مال وعندنا ألاق أيضا والتارزة عندنا أركيز هذا سدود مهمة وتذمينهم مهم ويساهم محاربة البطالة واستقرار المواطنين في أماكنهم وينتظر أن تساهم عملية إعمار المسطحات في زيادة الإنتاج من مختلف الأسماك وتحسين مستوى المعيشي لسكان مناطق تدخل من خلال توفير فرص العمل وإنشاء أنشطة تنموية المحلية محمد علي سالك لقناة الموريتانية هوم القليتة نظمت جمعية النوع ترقية المواهب الشبابية اليوم بمدينة أطار حفرا بمناسبة تسلومها تجهيزات ومعدات رياضية دعم الفضاءات الشبابية في المدينة وبهذه المناسبة أبرزت العمدة المساعدة لبلدية أطار مريكا صادفة بابا أهمية هذه التجهيزات ودورها في خلق فضاء لشباب المدينة من جانبه ثمن رئيس الجمعية محمد الحبوس على الدعم المقدم من طرف الصندوق الأمريكي للتنمية والهاتفة تمكين الرابط الشبابية ومنظمات المجتمع المدني أما ممثل وزارة تمكين الشباب ورياضة الخدمة المدنية سلاء كل سويدي فقد استردت ضرور الفضاءات وإسهامها في تنمية المواهب الشبابية نبقى في شماء البلاد حيث تشكلت تعاونيات النسوية في مدينة فديرك أحد أهم رافعات التنمية المحلية واطلعها التعاونيات بدون رياضي من تصاصر بطالة وتوفير دخل للعاملات فيها على مدى عقود تمكنت المرأة في مدينة فديرك من ترك بصمة واضحة على المسيرة التنموية من خلال تعاونيات تنشط في كافة المجالات الاقتصادية كهذه التعاونية التي تصدر منتوجات نسيجية وغيرها من احتياجات السوق تعاونيات في ديرك فيها 15 مرأة وشغلتها الحمد لله نسيز الصوف الحمد لله وتعدال هذه الحصائر التي تراعوا فيهم وخياطة الملاحف الحمد لله ونمشو به شورة المهرجانات ونعرضوه ونمشو به في البلايدات الحمد لله إلى الزوارات ونعرضوه الحمد لله يا ربي اشهد مننا حامدين ولا جابرين من المرأة المرأة منين تشتغل منتيجها حتى قدرة النساء هنا على الانتاج جعلت لهن مكانة مهمة في الدورة الاقتصادية للمدينة ما نعكس عليهم من حيث تقليص نسبة البطالة وزيادة الدخل تبارك الله نيجبر الدعم تبارك الله يدوروا لا يعدل عندنا هنا عنقار عين نعدلوا في العرض عيد المرأة فتبارك الله يتلاحقوا فيه كامل والمنها عندها منتوجة لا ينبع ويدوروا لا يزيدوا التنمية ويفتحوا عنقارهم وتم الناس لا تتقل على ذلك قدرة تتقل على ذلك وتعود مستفاد من الدعم واللي من شاء الله على حسبهم تبارك الله ما خالقش ما يبيعوا لا خالقش ما مستعدين حتى الحارات تبارك الله استعدوا لهم شاو شور ما شاء الله العلياتهم ما هم باخلات ما هم قابلات يبقوا عن شي سوى شنه لا يعدل في المدينة تمكنت التعاونيات والتجمعات النسوية في مدينة فديرك من خلق سوق خاصة بها السكان المتزايدة تالي الصادق قناة الموريتانية مدينة فديرك إلى وليات الابراك نحن تستقل المعطقة السياحية ومقاطعة مال خلال موسم الخريف عدنا الباحثين عن راحة والاستجمام في أجواء خريفية وتمثل بحرة مال إحدى أبرز وجهات السياحية المفضلات المواطنين القادمين من مختلف المناطق في تناغم بديع بين الرمال الذهبية والأفق الممتد خضرة وجمالا تشكل بحرة مال التي صنعت فيها طبيعة ما يكفي لجذب الباحثين عن الراحة والاستجمام في أجواء سياحية خلابة تستقطب هذه الأماكن في المنطقة خلال موسم الخريف عشرات الأشخاص بشكل يومي قادمين من العاصمة وكشوط وبعض المدن الأخرى نحن مجموعة من الشباب نجو هنا في ذا الفترة اللي هي فترة الخريف ننتنزمون تياها في البحيرة ما شاء الله الكبيرة اللي هي بحيرة أتمان ومشاء الله جوها زين مريح الحمد لله ونجو نبدلوا عن الجو عقبنا نواك شوط والحمان والسحايب الهيه موسم يلتقي خلاله أبناء المنطقة لقضاء عطلة الخريف وتنسيق بعض الأنشطة المحلية وفي أماسي هذه الخرجات يتم تنظيم أنشطة رياضية وبطولات محلية تشكل فرجة ممتعة لسكان القرى والأرياف في هذه المنطقة محمد من الهدي قناة الموريتانية مقاطعة مال وبذلك نصل المشاهدين لنهاية نشرة أخبار الولايات تذكرون بالعناوين مدينة شعق جوج تحضر من طلاق دورة حول استخدام الطائرات بدون طيار لمكافحة الجراد الصحراوية السلطات الإدارية في مختلف ولاية الوطن تتفقد الموستات التربوية تحضير الاهتتاح العامي الدراسي نمتهم في أمان الله مشاهدينا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة